مساء بخير شباب بهذا الفيديو رح نعمل تجربة على الفرق ما بين الماء المقطر والماء العادي من الصنبور بنقل الكهرباء الفرق بيناتهم وطبعا أكيد التجربة عم تكون كرمال البطاريات الأسيد وأيهم أفضل هل هو الماء المقطر أم الماء العادي من الصنبور طبعا حاليا متن ما نشايفين وضعنا بالماء المقطر قط بين الكهرباء ومنلاحظ أنه اللمبة ما شعلت نهائيا أما بالنسبة لنقل الكهرباء مثل ما نشايفين هو 1.5 فقط نحن نقرب القطبين لقدر الإمكان بين بعضهم طبعا قدر الإمكان هلأ عم يقرب القطبين من بعضهم شبه تلاموس هلأ تمام وهي ما زالت 3.9 أو 4 فولت فقط شبه تلاموس تمام طبعا إذا منلاحظ تحت من دقة بقلب الماء ما في أي تفاعل كيميائي ضمن الكأس تمام دليل على أن الماء صافي مئة بالمئة وما فيه شوائب نلاحظ كمان الماء رجع الفولتية الناقلة رجعت 3 فود رجعت وانخفضت تبتالي ما زادت هلأ سنشوف الماء من الصنبور أو ماء الحنفية أو ماء الشرب تمام اللي نحن نشربه شلون بيكون للبطارية الأسيد نلاحظ أول ما حطينا القطبين فورا شعلت اللمبة دليل على أنه في ناقلية كبيرة ضمن الماء أما تصير والفولتية على الأفو والفولتية منلاحظ أنه صارت 139 فولت نحن نلاحظ أنه القطبين بالكأس بعد عن بعض بالتالي هنحاول هلأ نقرب القطبين بين بعض هون هنحاول نقرب القطبين بين بعض هون منلاحظ أنه ارتفعت الفولتية لل 162-165 تمام؟ دليل على أنه الماء العادي لا يصلح للبطاريات الأسيد نهائيا طيب هنلاحظ ألأ شو ما ما يحدث بالماء نحن بلش التفاعلات منلاحظ الشوارد تماما حتى على المفكات منلاحظ أنه في فقاعات ظهرت طبعا نحن ما عملنا تماس 100% هلأ أعمل تماس 100% بشان تتأكدون هلأ أعمل تماس 100% تمام هلأ 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 أعمل تماس 100% بشان تأكدون نحن هلأ هيك تماس 100% هلأ هلأ زادت الإضاءة تمام؟ نحن بالأصل نحن نبعدين لهم هلأ هيك تماس 100% لاحظوا الشوارد وصلت لـ 170 الفولتية لاحظوا الشوارد تحت لاحظوا تفاعلات كيميائية هلأ هلأ يصير بالبطارية وأم يسرع بعطلها تمام وعطربها نحن نضيف الماء العادي للبطارية بدل الماء المقطر نلاحظ أنه إذن الماء المقطر هو أفضل بكثير من الماء العادي وبالتالي الماء العادي رح يضرب البطارية الأسيد نرزع لنا نعمل تجربة كمان الماء المقطر رجعنا عندنا التجربة مرة تانية هلأ هناك الماء المقطر لحظ نحن ضعنا ما فيه نهائية لتشعلة اللمة نحن مباشرة للاحظوا لحقاية أي خدعة ننزلهم بالماء العادي من لاحظ طبعا نحن هذه الماء عادي ماء نشرب لا نشربها لحنا هذه الماء تماما ما لمضاف عليها اي املاح او اي شي تماما تماما اكيد اذا ضفت عليها املاح ممكن زيد الناقلية لذلك هي فيها شوارد وفيها املاح وفيها كلس هو اللي يعمل مشاكل للبطاريات ويعجل بضرب البلاكات وتأكسدها وتآكلها تمام لاحظوا شباب مية وخمسين فولت مية وتاتة وسبعين صارت سوف نعيد التجربة على كهرباء دي سي يعني مستمرة بقدرة 24 فولت تمام طبعا هلا اكيد سوف نعيد التجربة على الماء المقطر وعلى الماء العادي طبعا احنا نعيد على دي سي كرمال ان البطارياتي بالاصل بتنشحن عن طريق دي سي اكيد ما تاخد دي سي بس ما في خلاف كبير بين التجربتين راح نشوف عن دي سي هاي لحنا حطينا القطمين دي سي نحن عنها 27 ما نزلت الفولتية بمعنى ان نحن ما في عنا قصار بقلب المي طبعا نحن نقرب بقدر الامكان نحن تقريبا شبه تماث صار طبعا نحن زدقينهم ببعضهم سيصير صفر عندي فولت تماما هاي بعضنا للفولتية شوي بيناتهم عندي الفولتية هي 25 تماما ونص راح نروح للماء الصنبوش او ماء الشرب تماما منلاحظ مباشرة صار يعني قصر شديد بالشو اسمه نزلة الفولتية تماما خلينا نأكد شو هم يصير بالماء بالكأس لاحظتوا شباب منلاحظ انه في عنا تفاعل كتير كبير صار ضمن الماء طبعا راح يتم يزيد طبعا ما انت حاطيت راح يتم يزيد وانت شو في عندك الاقطاب بلش تتغير اللون هون وبدأ شو يتأكسدوا يتآكلوا بالتالي البلاكات اللي بقلب البطارية عدموا طبعا نحن نحن نحكي على فولت بامبير جدا بسيط انا مالي حاطة امبير عالي تماما لو حاطة امبير عالي انا كان احترق عندي سلك اذا عملت تماس بين القطبين طبعا الامبير كثير بسيط انا حاطة فماريك انت عم تشحن بطارية باربعين وستين وثمانين امبير شو عم يصير انت عمدي منك لاحظ انت شو صار عم يصير انت بالماء ما يصارت لونها صفرة الماء تغير لونها كليا صار لونها اصفر تمام بسبب التفاعل الكبير طبعا اذا طلعنا القطبين راح تلاقي الاقطاب تغير لونهم تمام صار لان املاحه طبعا احنا هنرجع عن عيد الكرة عن لاء المقطط راح نشوف يا ترى وهي مع تقريب للقطبين لدرجة كبيرة ما في اي تفاعل نهائيا نهائيا ما في تفاعل نهائيا حتى ما في تغير على المؤشر شكرا لمتابعتكم اصدقائي و الى لقاء بفيديو جديد